بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحث للصف الثالث الإعدادي عن التكنولوجيا البحث هو المشروع الأول عن تحسين البيئة العلمية والتكنولوجيا للصف الثالث الإعدادي طبعا عشان تعمل البحث لازم تحمل الآلب الأول القلب من هنا تحمله من هنا القلب ده هو اللي هتكتب فيه الحاجات المطلوبة يعني الاسئلة انا هنظمه لك بالزبط واحد اتنين تلاتة اربعة الاخر البحث تمام طيب لو عاوز تعمل على الموضوع التاني تحمل القلب التاني عاوز تعمل موضوع التالت تحمل قلب التالت تمام طيب يرجى التنبيه ان طالب الصف الثالث الإعدادي لابد ان يغير في هذا الكلام ولا ينسخه كما هو لان لا تتشابه الابحاث ويتم رفضها ككل طبعا ما ينفعش تنسخ الحاجات دي زي ما هي انا جايبها لكن انت هتبدأ تاخد افكار منها وتدور برضو طريقة البحث السهلة ومعروفة وشرحناها في فيديوهات قبل كده تمام طيب اسيدكم بقى مع ايه شرح الالب بالتفصيل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين البحث الاول للصف الثالث الإعدادي اللي هو المشروع الاول تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية طبعا بشروط الوزير اني انا بديك خطوات استرشادية وعايزين الطالب من نفسه يكتب هو من نفسه شوية يعني انا كل سؤال هبدألك الحل وقولك تكمل ازاي تمام علشان انت تبحث وتتعاون مع زميلك علشان يبقى فيه تعاون ونقدر نستفيد كلنا من موضوع البحث ده مش موضوع ورقتين بنكتبهم وخلاص تمام اول حاجة انا جايب لك الايه جايب لك آآ الآلب الآلب ده بتاع ده التعدادي اللي المفروض لازم كل تلت عدد يكتبوا عليه تمام حسب المشروع اللي انت هتشتغل فيه انا آآ سيب لك رابط لتلت اوالب تلت اوالب قالب المشروع الاول والمشروع التاني والمشروع التالت فشوف انت هتكتب في انهي مشروع واعمل نفس الخطوات اللي انا هعملها بالزبط طبعا الوزارة نزلت الاوالب دي جديد يعني انت لازم تطبعها فاضية وتكتب فيها على الورد زي ما هي على كده هي تفتحها نقدر نغير ونكتب براحتنا يعني نقدر نكتب ايه حاجة احنا عايزينها اهي تمام وطبعا هتنزل لتحت في البحث وتشوف كل حاجة عاملة ازاي تمام اول حاجة المشروع اسمه تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية جايب لك هو العنوان هنا هيقول لك اكتب عنوان جذاب عنوان جذاب يعني حاجة تخلي الرجل اللي شاف العنوان يقرى البحث تمام بنقول له ايه مسلا البيئة العلمية والتكنولوجية ودورها الفعال في المجتمع مسلا يعني ده اختراح حاجة تاني البيئة التكنولوجية هي مستقبل اي شعب متقدم اه حاجة تاني حاجة تالت تبقى البنية التكنولوجية هي البنية التحتية لاي بلد متطور طب انت جرب كده بموخك انت يمكن انت تلاقي احسن انت لو قعدت تدور على عنوان للتكنولوجيا عنوان للتكنولوجيا هتلاقي افكار عندك انت احسن من الافكار اللي انا اقيلها دي يبقى لازم الطالب يفقر ويشتغل هو تمام طيب كود الطالب طبعا هتكتب الرقم التعريفي اه بتاعك اللي هو الرقم بيبقى تقريبا تسع ارقم او كده هتكتب انت الايه الرقم بتاعك وبتاع زمائلك واحد اتنين ماشي اه تلاتة عادي بقى لو انتم تلاتة واربعة وزي ما انتم كده موجدين يعني تمام طيب المقدمة بقى المقدمة بتاعة البحث المقدمة الوزير قال ما تقلش من سبعين لتمانين كلمة انا كتبت لها خمسين كلمة علشان انت تكمل كالعادة زي ما احنا متفقين انت المفروض هتكمل الحاجات دي كمان مش هتكتب اللي انا كاتبه ده انت لو قعدت تفكر ازاي اكتب مقدمة للتكنولوجيا هتلاقي افكارك انت افضل تمام يعني انا قلت ايه لا شك بان التكنولوجيا بما تتضمنه من اه ده مدرس اللي عام للبحث مش انا كشخص يعني تمام مدرس محترم برضو بيساعد الطلاب علشان ما حدش يستغل للناس لا شك بان التكنولوجيا بما تتضمنه من اجهزة ووسائل حديثها للاتصال وتسيير الاعمال وغيرها كان لها اثار ايجابية على حياة الافراد والمجتمع في ظل الاثار الايجابية الهائلة التي تقدمها انت تقول انت لا نستطيع ان نستغني على التكنولوجيا التكنولوجيا تعتبر مثلا لاننا نستخدمها في البنوك وفي المصانع وفي كذا وتقدر تقول فيها كلام كتير يعني انت حاول تكتب كأنك بتعمل مقدمة موضوع تعبير عن ايه عن التكنولوجيا تمام طيب ماشي دي اول حاجة اللي هي الايه المقدمة هننزل بعد المقدمة هنلاقي السؤال الاول طبعا هو احنا كده كده لسه في مشروع الاول بيقول اللي ايه بقى التقدم العلمي والتكنولوجي هو الوسيلة الضامنة لتقدم الدول يعني هي حاجة مضمونا ان هي الدول تتقدم بها في دوق دراستك الموضوع ده هو استعرض الاثار الايجابية والسلبية الحاجات المفيدة فيها والحاجات الضارة التي تنتج عن استخدام التكنولوجيا مع تطبيق ما تعرضه على ما درسته في مجال العلوم والانشطة الاقتصادية في العالم هنا بقى عايز فكرة طالب يعني انت لو عدت تاخد كوبيو بيست من على الانترنت مش هينفقا تمام؟ لأ هو كده كده البحث في تصحيحه عادي صحيح بنتكلم هو عايز ايه بالزبط اثار ايجابية واثار سلبية موجودة عن النت بس هو عايزك ايه؟ تطبق الاثار دي على مجال العلوم والانشطة الاقتصادية في العالم يعني مثلا الاثار الايجابية ان الكمبيوتر وفر الوقت ووفر الجهده وان الكتب بعد ما كانت بتطبع على الورق دلوقتي بقت الكتب على التابلت فمش هنحتاج نشيل كتب كتيرة لا انت بتشيل جهاز واحد عليه كل الكتب عايزك تطبق التكنولوجيا عملت ايه؟ غيرت ايه في العالم؟ طبعا الموضوع ده من 700 ل800 كلمة تمام؟ من 700 ل800 كلمة انا جبت لكم يدوب خمس اثار وباقي الحاجات في رابط تحت الفيديو يعني باقي العشرة هتلاقوهم باقي البحث كله هتلاقوه في رابط تحت الفيديو اه علشان ايه؟ متاخدش كوبوبست انا بقول عشان تكتب انت برضو حاجات من نفسك يعني مش كل الناس هتكتب زي بعضيها احنا متفقين اهم حاجة ان انت بتغير الاسلوب اللي مكتوب ده علشان ما يبقاش الابحاث متشابهة على المجتمع تسهيل الحياة اليومية للافراد وتيسيرها از يستطيع انجاز اعمال كثيرة في وقت وجهد قليلين وبسرعة كبيرة انت هتقول بقى تغير الكلام ده ازاي؟ التكنولوجيا تساعد الانسان في حياته اليومية على ان يقوم باعمال كثيرة من غير ان يستغرق الكثير من الوقت او الكثير من الجهد يبقى انا قلت نفس المعنى بس غيرت الالفاظ غيرت الالفاظ تمام؟ احنا عايزينك انك انت تشتغل تحرك مخك وتكون فاهمية فعلا التكنولوجيا سهلت على الانسان الجهد والوقت تمام؟ طيب دي كلها طبعا ايه؟ حاجات عن التكنولوجيا هتقراها وتغير بنفس الطريقة اللي انا قلتها لك دلوقتي ماشي؟ طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي صمم مخططا مستهدفا مستخدما صمم مخطط استخدم فيه الاشكال الهندسية التي درستها العرض الاغثار الايجابية والسلبية لتوظيف التكنولوجيا في الحياة اليومية باللغة العربية واحدا باللغة الاجنبية طيب ماشي المخطط ده اللي هو شغل الرياضة تمام؟ طبعا يعني الاستاذ اللي عمل المخطط عمل المخطط كده ببساطة خالص انت منكم تغير بقى تخلي مستطيلات ومربعات ومزلسات يعني حسب الحاجات اللي انت درستها في الرياضة تمام؟ الاثار السلبية للتكنولوجيا والاثار الايجابية تسبب في زيادة المخاطر الصحية للانسان سلبية ما انت تقعد قدام الكمبيوتر يتعب عينيك صح؟ ويتعب مخك وهكذا طيب قلة التواصل البشري على اساس انك انت بتعمل ايه؟ انت بدل ما تراح تزور حد بتكلمه على الفيس وخلاص تتصل بيه بالتليفون تمام؟ توفير مواد العنف بين الافراد انك بتفرج على الحاجات بتاعة العنف بتاعة الافراد الناس بتاعة عن المجتمع قاعد طوله النهار عن نت وكده ما بيروحش ولا ييجي تمام؟ الايجابية بقى تحسين كفاءة تسليم وتوزيع البضائع ممكن ابعت لك الفلوس على الانترنت على خطوط على مش عارف ايه كده يعني تقلل الوقت والجهد دي ميزة برضو وظائف للعمل عن بعد ان انا ممكن مثلا اشتغل من بيتي في الكمبيوتر وابعت الشغل للناس كده يعني تسهيل التواصل وهكذا وهكذا دي مميزات وعملناها في كده في تغطي انت ممكن تزود وتعمل براحتك زي ما انت عايز وهتغيروا طبعا الاسلوب ده هتغيروا ما بين مربعات ومسلسات ودواير ومش عارف ايه كده يعني تمام؟ طيب هو بقى عايز الايه عايز الموضوع العربي والانجليزي اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو ده سانية واحدة اللي هو اللي هو السؤال بتاع ايه اكتب مخططا يعني بس هو السؤال الضارة لما حطينا عليه الايه حطينا عليه المخطط اللي موجود اللي هو ان انت هتعمل اه هتعمل ايه ان انت هتعمل لافتة او مش لافتة هتعمل يعني صمم اللي هو سؤال صمم عموما اللي هو بيقولك في ايه اه صمم اه مخطط لا اللي هو اللهم صلى على سيدنا محمد اه اللي هو اخر سؤال اللي هو ان انت هتعمل لافتة بلغة اه العربية واحدة بلغة اجنبية تكتب فيها مزايا التكنولوجيا تمام؟ طبعا مزايا التكنولوجيا يوجد مزايا كتير طبعا هي طبعا نص انت ممكن تغير فيه براحتك برضو تمام ما نقدرش نحدها هي الترجمة هنا هو يوجد العديد من مزايا التكنولوجيا من الصعب يحصروها لما نقدرش نعدها يعني طبعا فهو جيب لك جزئية انجليزية وجزئية عربة وترجمتها تمام علشان ايه برضو مش عايزين الناس تنقل الحاجة زي ما هي حاول تكتب من نفسك برضو عن التكنولوجيا بما ان كان عندك الترم الاول مدارس سيستيم سكولز ما دي تكنولوجيا تمام وعندك وحدة الخمستاشر كاملة اسمها التكنولوجيا فانت ممكن تجيب منها كلام بالانجليزي عادي ودقول المصدر في دي الكتاب المدرسي كتاب الانجليزي المدرسي فانت تقدر تغير براحتك في المجال ده تمام طيب النتائج بقى في الاخر وصلنا كده النتائج طبعا التكنولوجيا تعتبر الاصل في تقدم اي امة في العصر الحديث التكنولوجيا تستخدم في المدارس والبنوك والمصانع وكل اجهزة الدولة المهم بقى انت تقرأ الموضوع اللي انا سيبقوا لك اللي هو سوى عميت وتمانمائة كلمة ده وتحاول تستنتج نتائج تاني انا جبت لك نتائج تاني بس انا بشي تكتبهم زي ما هم برضو تتغير الاسلوب زي ما اتفقنا وتحاول تستنتج وتزود نتائج من عندك بما انك طالب متفوق ان شاء الله تمام المصادر بقى اخر حاجة انك هتقول الكتاب المدرسي مثلا منصة المودة المكتبة الرقمية بنك المعرفة الكتاب المدرسي يعني تقدر تغير براحتك وكده البحث بتاعت خلص تماما الموضوع سهل لأ وبسيط بس عايزك انت تتحرك طيب لما تكي تبحس عن المعلومات انا كده كده هسايف لك رابط في المعلومات طيب انت عايز تبحس وجيب معلومات تاني عشان المعلومات دي انا جبتها من مكان وكذا طالب هيستخدمها هتكتب طبعا المكتبة الرقمية خاصة بتلبيع التعليم او تكتب منصة للرابط اللي احنا نشرناها قبل كده منصة تضمود ومنصة تستضي وتبدأ تكتب الكلمات البرزة في السؤال يعني كلمة التكنولوجيا اه مسلا كلمة الاثار الجانبية للتكنولوجيا كده يعني تمام اه ده كان موضوع البحس يا ريت تشارهوا الفيديو على كل زمائلكم تستخدموا هو زي ما هو زي ما قلنا اه بالتوفيق للجميع اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته